تخيلوا أن هذه الممثلة راحت في غانستان وراحت عند الروهينجا وراحت أفريقيا راحت صومر راحت تيوبيا راحت أماكن فيبيا فقر مدقع أخذ من عندنا ما قد استواله هذا الموقف أنه قواز يتصور تخيلوا أنه في هوليوود هناك تمثل يسألون كم أمريك؟ تقولهم 24 24 ونصف مخبية عمري على الناس كامل أقول عند أصحابنا تصويري في القواز على طول لازم يعرفون المرية ويثبات إثبات النهيئات عندنا يعني إذا نصدقوا الصور صدقوا القواز نحن أول نصور بيانات المسافرين ونشرع بالفيسبوك كذا للناس كامل نحن أول ناس نفضح خصوصيات الشخص الذي يواقع لها عندنا لازم لازم يكون تتش الفضيحة هذه تتش لازم نفضح لازم نسوي تتش عندنا هذا عندنا نحن تتعامل كذا تشل بطاقتي تشل قواز فلان تشل قواز علان تدخلوا قول دمور عشان يروح الصباح بأنه راجع شلو هذا أنا تتعاملنا وتقول لي لا يا صورتك ما تسجعش أنك تدخل قول دمور رجع أنا تقول لي دالكلام هي لا تشل قواز كذا ونتم تم غمض يعني يعيد أنك تفتحت للصورة كذا تختم دخول خلاص المهم بعد ما قتشلوا قوازها هكذا ودخلوا قول دمور لازم تدخل قول دمور ها قتشلوا القواز حقا لازم تدخل قول دمور شافتوا أحد إيش يقول ما شافتوا أحد أنهارت من البكاء بس داكل وقت كان ممنوع تصوير إذا ما تعرفون تقول دمور ممنوع تصوير إلا أن تصور البحر كذا لعند السفن لما تصور أماكن لا شافتوا أحد بقى تبكي تبكي دموع تنامي تتسحتف وحضل النوع هكذا قالت إيش هذا هذا لاقي أوكراني عندكم تشوه بالحرب النووي الذي حصلت مع روسيا هذا يعني إيش اللي دي استوى له فلات من فوق قبل إيش اللي دي استوى تحسون ضمن اللاقيين قالوا لا هذا أنت مش داري ده مين هذا القائد شلال علي شايع هذا يعني يعتبر عندنا توم كروز حقنا المهمة المستحيلة حقنا ده شلال أي شايع قالت وكذا قالوا له هكذا إيش نحن سويلي دا عذا كيف لو طلعت صنعاء لو طلعت صنعاء بتلاقي مرض البدانة بمحمد علي الحوثينج وبتلاقي أبو العلي الحاكم بالمقاعة الوقت الحلقة هذه نحن مش داري أنه راح تصنعاء ولا لا لكن لو راح تصنعاء بتشوف العقاب عادة أكثر من عدن والله العظيم مش بعيد هذا كمان إلا يلبسون أخبار